ضمن احتفالات شبيبات المملكة بعيد يسوع الملك وتحت رعاية المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن نظمت الكلية البطرياركية الوطنية في الأشرفية احتفالاً بهذه المناسبة حضره رعي كنيسة المصدار الأب عدنان بدر ومديرة المدرسة سوزان حتر وعدد من أولياء الأمور اجتمل الاحتفال على فقرات دينية وترفيهية هادفة هذا الاحتفال تم تخطيط له خلال فترة وجيزة والمشرف الرئيسي على هذا الاحتفال كان أبونا سليمان حفاوي طبعاً بمساعدة المعلمات والإدارة المدرسة الاحتفال بعيد يسوع الملك احتفال طبعاً بتقيمه كنيسة يسوع الملك كل سنة بهذه الفترة الزمنية بحيث أنه بشمل الاحتفال فقرات منوعة في المدرسة أو أمسيات في كنيسة المصدر وفي ذات السياق أقامت شبيبة القديس مخايل في بلدة السماكية بالكرك قداساً احتفالياً ترأسه الأب إبراهيم نفاع راعي الكنيسة والشماس الإنجيلي زعل حجزين بحضور الأخوات الراهبات وكافة فئات الشبيبة وجمع من المؤمنين وخلال عدة القداس قدم الأب نفاع الشكر الجزيل لمسؤولي الشبيبة على جهودهم وتفانيهم في الخدمة طالباً من المصالين الصلاة من أجلهم وبعد العدة تقدم مسؤولي الفئات المختلفة من أجل تجديد وعد الشبيبة احتفلت رعية مار مخايل السماكية باحتفال يسوع الملك كباقي رعاية المملكة وتم تنصيب أعضاء الشبيبة بجميع فئاتها وأمام مذبح الربط تم تجديد وعد الشبيبة لجميع الأعضاء ونشكر دائماً قناة النورسات لمشاركتها جميع احتفالاتنا بالرعية فكل عام وأنتم بألف خير وفي نفس المحافظة وبمناسبة قرب عيد الميلاد المجيد أقامت رعية سيدة الوردية في الكرك بازارها الميلادي تحت رعاية النائب البطرياركي للاتين سيادة المطران وليام الشوملي بحضور الأبثار السرياني راعي الكنيسة والأباء الكهنة والراهبات وجمع من أبناء الرعاية وفي ختام الاحتفال تجول المطران الشوملي في أروقة البازار الذي احتوى العديد من مستلزمات العيد والتحفي والهدايا زي ما انتم شايفين في افتتاح بازاري اليوم في رعية سيدة الوردية في الكرك جنوب الأردن كل أهل الرعية وأيضا كثيرين من أبناء الكرك شاركوا في هذا البازار الخيري اللي رايعوا بيروح للفقرة من ناحية أخرى قبل البازار عملنا قداس عيد يسوع الملك وأثناء الشبيب اتجددوا ولائهم والتزامهم بالشبيب وبوعودهم مبروك للرعية وأهنئ كاهن الرعية الأب فارس لهذا النشاط العظيم اللي قام فيه واللي من خلال النشاطات الروحية وأيضا الترفيهية عملوا بنعش وبوحد وبجمع الرعية حول الكنيسة